31 أكتوبر عام 2019 تاريخ يلقي بظلاله على مصير بريطانيا فطريقة خروجها من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو من دونه كان أحد أهم الركائز التي أسهمت في خلافة بوريس جونسون لتيرازا مي في رئاسة الوزراء لأن جونسون بات فاقدا أغلبيته في مجلس العموم بعدما مرر النواب بمن فيهم بعض المحافظين المتمردين تشريعا يقضي برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق تشريع يبقى أن يقره مجلس اللوردات يوم الجمعة ليصير وقتها قانونا واجب التنفيذ وحتى وقتها سيكون هناك أكثر من طرح فإما أن يتم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة وهو ما يدعو إليه جاريم كوربين زعيم حزب العمال وحينها سيكون الحل الأكثر ترجحا إجراء انتخابات مبكرة وذلك في حال فشل حزب المحافظين في تقديم حكومة بديلة يوافق عليها البرلمان خلال أسبوعين أما مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج ذاته حتى الحادي والثلاثين من يناير أو أبعد من ذلك فتبقى مراجحة بشكل كبير بعد تبنيها من قبل عدد من نواب البرلمان البريطاني ديق الوقت أمام هذا البرلمان الذي تختلط فيه الأوراق بين ساعة وأخرى يمثل عائقا أمام وجود اتفاق على خطة واضحة يدير بها البريطانيون طريقة خروجهم من القارة العجوز فالبرلمان سيتم تعليق عمله في التاسع عمد سبتمبر وهو زمن لا يستطيع فيه جانسن أو مناوئوه تحقيق نصر حاسم أو تمرير ما يريدون الأمر يبقى معلقا أيضا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يريد هو الآخر أن تخرج بريطانيا من دون اتفاق فهذا سيكون ضارا بأوروبا كما سيكون مع بريطانيا ففي حال طلب البريطانيون تأجيل الخروج ينبغي أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون بالإجماع على هذا الطلب